أثار قرار وزارة التعليم العالي في العراقي والقاضي بفرض نسب نجاح عالية على الأساتذة الجامعيين وتهديدهم بالإحالة إلى لجان تحقيقية في حال عدم تحقيقها أثار انتقاداً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية التي عدته ضربة قاتلة للرصانة العلمية القرار الموجه من وزارة التعليم إلى الجامعات العراقية نص على ضرورة قيام عمداء الكليات بمسائلة التدريسي الذي تكون نسبة نجاح طلبته أقل من 30% ليصل الأمر إلى تشكيل لجنة قد تقضي باستبعاد الأستاذ من التدريس وتحويله إلى المهام الإدارية كما شدد أيضاً على ضرورة معالجة ما سماها درجات السعي اليائسة التي ينتهي معها أمل الطالب بالنجاح والإعازل التدريسي بإعادة النظر بمثل هذه الدرجات وهو ما يشبه إجباره على إعطاء النجاح لمن لا يستحق ولم تعلق عمادات الجامعات بشكل رسمي على القرار إلا أنه قوبل بامتعاض الكوادر التدريسية التي عدته قراراً خطيراً ستكون له انعكاسات سلبية على واقع التعليم الذي يعاني أصلاً من الركاكة والتخلف وقال أساتذة جامعيون أن قرارات الوزارة الأخيرة تسهم في هدم العملية التعليمية لا سيما هذا القرار الذي سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على التعليم في الجامعات العراقية ويؤكد العديد من الأكاديميين والتدريسيين أن القرار سيجبر الأساتذة على منح الطلاب درجات فوق استحقاقهم للتخلص من الإحالة إلى لجان التحقيق أو تعرضهم لعقوبات مشددين على أن القرار غير مهني بل إن اللهجة التي كتب بها بفرض عقوبات انضباطية على الأساتذة مهينة وغير مسبوقة ويقول المراقبون أن هذا القرار الارتجالي يعكس المستوى الذي تدير به حكومة الإطار التنسيقي البلاد لكن لا أحد من الأساتذة يستطيع أن يعترض عليه خوفاً من سيف العقوبات لا سيما وأن وزير التعليم العالي الحالي عظم في ميليشيا تريد أن تضع معولاً آخر في التعليم أسوة بالمعاوي التي تعمل عملها في العراق منذ سنوات